ممنزل تأمام عشور كده إمام عشور خلاص مش هيبقى موجود في مباراة الكنغو للأسف محمد صلاح مش موجود كمان في مباراة الكنغو محمد الشناوي مش موجود في مباراة الكنغو والله يكون فاون روي فيتوريا والبقى رجالة بس دول برضو عناصر أساسية يعني الشناوي أساسي صلاح أساسي إمام عشور في الفترة الأخيرة أساسي فتلت ضربات في تلت مباريات في دول أول حاجة صعبة جدا طيب التشكيل بقى اللي بيفكر روي فيتوريا أنه يلعب بيه المباراة اللي جاية هيكون كالتالي تحديدنا وسط الملعب عشان أشتراح لك الوضع محمد أبو جبل في حراس المرمى محمد هاني زهيل أيمن محمد عبد المنى أمو أحمد حجازي في قط الدفاع وجنبهم محمد حمدي في وسط الملعب هيلعب بحمدي فتحي ومرانة عطية وزيزو وفي الهجوم السلاسي مصطفى محمد وعلى يساره عمر مرموش وعلى يمينه محمود حسن ترزيجيل طيب ده اللي جايةنا من هناك بس أنا ورضو عايز أديك رأي أنا عايفة أن الرأي ده قد يبدو صادم لبعض الناس بس هديك رأي وخلاص رأي الفن يعني لو تسمح يعني وسط ملعب منتخب مصر في مباراة فيها قدرات هجومية كبيرة جدا لمنتخب الكؤونغو مش منتخب سهل عشان معظم الناس عايز يزيزو يلعب في نص الملعب عشان له قدرات هجومية بالستة تلعب برضو مع منتخب هيبقى دمه تقيل ما تستسهلش يكون هو خالص اللي فرج عليها في طاقة المباراة اللي فاته منتخب تقيل يعني أنا رأيي تلعب مرونة عطايا رقم ستة عادي وتلعب بحمد فتحي على الشمال تمانية وتلعب على اليمين تمانية محمد النني هتقول لها كريمة بس محمد النني ما أظهرش مستقل قائس المباراة أو المباراتين في كالس الناس الأفريقية محمد النني المركز المثالي بالنسبة له يلعب تمانية بالستة مش اللي قدام خلط الدفاع على طول اللي لعبه مرونة عطايا بامتياز يلعب تمانية هيبقى هاجل في التغطية خلف الأجنيحة في أنك تنقل معكورة بشكل كويس أنه يحول الهجمة بشكل كويس أنه يبني الهجمة بشكل كويس فيه تفاصيل حلوة يعملها محمد النني في مركز رقم تمانية وبرضو لقى أدوار هجومية جيدة فهنا أتصور لو عمل كده في المباراة اللي جاية هيعرف يأمن شوية برضو الفراغات اللي بتحصل في خط الدفاع ده لما يبقى أمام عشور عفواً لما يبقى مرونة عطية وحمدي فتحي ومحمد النني التلاتة دول هيعملوا سطارة حلوة وده بخط الدفاع تليحنا شوية من المشاكل اللي ورا والباقي بقى على مصطفى محمد وتريزيجي وعمر مرموش أو زيزو لو لعب بقى بزيزو في تشكيلها السياكة جناح ده رأيي يعني مجرد رأيي طيب